السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كم يوم كنت اخطيت طريقة ان انت تحصل على هدية من احد الشركات احد الشركات كنت تعملها ان انت لو انت اخدت عندها ادوار كثيرة وكورسات وحضرت الندوات ممكن تدخل وتسجل حاجات دي كلها وهيبعت راكدها لحد البيت او حد الإلمان اللي انت هتكتبه عبارة عن شنطة شكلها حلو الشيك ممكن يبعطك شنطة فيها بعض الكتب لو حاسوا ان انت بروفيشنال مش واحد عادي بياخد كورسات عندها فلا تحد الافاضل تخلي على الخاص وقال لي خلي بالك الحداية بمتحدفش كاتاكيت حداية ايه وكاتاكيت ايه راح ايه اللي قال لي خلي بالك الشركات دي بتعمل ده لهدف اخر وهي انها تعرف عنوين الشركات وعنوين المكاتب واتبعت المصنفات وتروح للدفع لنقفلك المكتب وقال ان في احدى المؤتمرات الناس كلها بدأت تكتب عنوين هو الحمد لله لو كتبش عنوان المكتب ولا هيح خالص تاني يوم الناس اللي سجلوا عنوين المكتب او اسم المكتب يعني هو حضر مثلا انا شغل في مكتب اسم مثلا النسر تمام طبعا المكتب سواء كتبه او مكتبوش او كتب كلمة مهندسين او كتب كلمة واحدة وخلاص تاني يوم لقى المصنفات موجودة لا يم تشتري النسخ لا يم تقفل طيب يعني انا بس دي نقل للصورة كاملة بحيث لان انا مش بعمل مش بعمل عالي الشركة في مكتب المبلغ وفي نفس الوقت صورة تبقى بكامل معك الشركات بنحق انها تعمل كده بس هي في نقطة معينة فرق العملة يعني دفعش تكون في امريكا ب 5000 دولار وتجيت بحالي ادرب 5 في 18 مبلغ كبير جدا فدي مشكلة ما عندنش امكانية بفعلا حققية لدفع المبالغ ديت لان انت 5000 دولار دي بيش على المكتب كله ده عجاز الوحد فتخير مثلا انت عندك متجاز فهتدرب 5 في 100 في 18 فتلاقي المبلغ الشركة عمرهم حققته طب ايه الحلول ايه الحلول لازم نفكر في حلول في حلول كتيرة ممكن ان انت تدور على بديل سواء اون سورس اون سورس المجاني تماما او بمقابل تهيد ممكن ان نتجر 5 دولار او تشوفة في بعض البداية اللي بتبقى رخيصة تمام الى ان انه ا يعني اللي عندك امكانية ماشي. سيف فعلا موضوع الاسعار مبالغ فيها جدا يعني. او نبدأ احنا نبرمج يعني شايف ان الدول العربية فهم برمجين كويسيين في جميع اللغات البرمجة فليه ما ننتجش ان احنا نبرمجها والموضوع بش سهل بس لازم نبدأ ناخد خطوات للموضوع دوت نستبدأ في موضوعات في دولة العربية من موضوع البرمجة فهذا يبقى كويسي ان شاء الله. بس انا قلت ايه احذركم والحدة ما بتحدزش كده كيد.